اشتركوا في القناة ما تتنساش مننا ومع الجزء الجديد اللي احنا هناخده النهاردة بعيد واكد تاني امتحان قانون العمل كل حلقة بقول الكلام ده عشان تبقى تخلي بالك ميجي متقسم ليه تلات حاجات السؤال الاول بتكلم على قانون العمل والتأمنات الاجتماعية وده سؤال فيه صح وغلط او قانوني ايا كان والسؤال التاني قانون الخدمة المدنية قانون الخدمة المدنية الجزء التالت قانون التأمنات الاجتماعية 1975 طبعا ده كله مسائل او كله عملي وبعض الاجزاء النظري احنا اتكلمنا في تعويض الصابة العمل هنتكلم بقى في البطالة والمستحق كل المعاش والحاجات دي كلها لكن قبل ما نتكلم في الكلام ده كله لازم نراجع مراجعة بسيطة كده عن الاجزاء اللي فاتت اه احنا خدنا في الاول خالص مفهوم قانون العمل برضو هنعمل مراجعة كده على الجزء اللي فات عشان ما يتنساش مفهوم قانون العمل قلنا قانون العمل ده مجموعة القواعد القانونية التي تتولد او تنشأ من علاقة عامل بصاحب عمل سواء كان صاحب العمل ده شخص طبيعي او اعتباري اذا توافر شرط التبعية ده تعريف قانون العمل لو جاء لك سؤال اكمل وقال لك ينقسم لك بسيطة الاجتماعيك بسيطة الاجتماعيك بسيطة الاجتماعيك بسي العمل الانساني الى نوعين ينقسم العمل الانساني الى نوعين قل له عمل عام وعمل خاص طيب لو جاء لك برضو سؤال اكمل وقال لك انواع العمل الخاص انواع العمل الخاص تلات انواع العمل المستقل العمل المشترك العمل التابع انواع العمل الخاص تلات انواع العمل المستقل العمل المشترك العمل التابع لو ايجا قالك ما المقصود بالعمل العام احنا عندنا سؤال ممكن يجي لك تعرفات ما المقصود بالعمل العام ما المقصود بالعمل الخاص العمل العام هو العمل الذي يتم تحت سلطة من سلطة اشخاص القانون العام باعتبار سلطة صاحبة سيادة او سلطة ذات سيادة طيب عندنا كمان شروط تطبيق قانون العمل عندي ثلاث شروط عشان اطبق قانون العمل ان يكون العمل برفع عليكم انتو فاكرينه أن يكون العمل خاص أن يكون العمل مأجور أو بأجر أن يكون العمل تابع ثلاث شروط أن يكون العمل خاص أن يكون بأجر أن يكون تابع طيب الفئات التي لا يطبق عليها قانون العمل أو الفئات التي لا يسري عليها قانون العمل أو الفئات المستثنى من تطبيق قانون العمل التلاتة اللي انا قلتهم ده يعني ايه يعني دول الفئات اللي مش هنطبق عليهم اللي بيتم استبعادهم من قانون العمل مين هم الفئات دول اول فئة جميع العاملين في الجهاز الاداوي في الدولة والهيئات والحيئات الحكم المحلي طيب ليه جميع العاملين لانهم فقدوا اول شرط من شروط تطبيق قانون العمل اول شرط ان يكون العمل خاص ودول قطاع عام يبقى جميع العاملين في الدولة مش هتطبق عليهم قانون العمل مين كمان مش هتطبق عليه قانون العمل عمال الخدمة المنزلية وما في حكمهم رقم ثلاثة أسرة صاحب العمل إذا كان يعلهم لو صاحب العمل بيعولهم ثلاثة لا يطبق عليهم لكن في ناس تانية مش هتطبق عليهم بس ما اسمهم شفاءات بقى اسمهم إيه اسمهم الطواقف هل في فرق بين الفقى والطائفة طبعا الفقى مجموعة كبيرة الطائفة حاجة صغيرة طيب الطواقف هناك لاج 필요ك سؤال نظري يقولك هناك طواقف لا تغضى على قانون العمل اسكر أربع منها هقول له مين عمال المناجم عمال المناجم العمال البحريون العاملين بالمؤسسات التعليمية الخاصة العاملين بالمؤسسات الصحفية الخاصة عمال المناطق الحرة دول الفقات أو الطواقف التي لا تغضى على قانون العمل يبقى عندنا فئات وطواقف لا تغضع لقانون العمل خدنا كمان من الدروس المهمة يعني أنا النهاردة حابب أن أرجع لك الباب الأول ملخص على الباب الأول كده وقلم ويكتب الكلام ده كله خدنا كمان حاجة سؤال أكمل بقى يقولك إيه من الأحكام التي استحدثها قانون رقم 12 لسنة 2003 اللي هو قانون العمل قانون رقم 12 لسنة 2003 حق نقط وحق نقط أقول إيه حق الإضراب وحق الإغلاق تاني من الأحكام التي استحدثها قانون العمل أو قانون رقم 12 لسنة 2003 حق نقط وحق نقط أقوله حق الإضراب وحق الإغلاق طب يعني يا مستر الإضراب أحنا شرحناه بلي كده بس أفكرك بيه عشان خلاص معاتش وقت على الامتحانات نبتدي نزاكر نبتدي نراجع نحل أكبر قدر من الامتحانات وقلنا السؤال اللي يقف معك في أي امتحان بس ركز من اللي أنا بقوله ده من أول امتحانات 2018 و2019 قبل كده في أجزاء محزوفة هتدور على الإجابات مش هتلاقيها لأنها اتحذرت من الكتاب دور ابعتها تلاسسلة وإحنا معك طيب بنقل طبعا بالنسبة للطلبة اللي سألوني على الجزء العملي إن شاء الله بإذن الله في الحلقات القادمة هنشرح الجزء العملي كامل طيب من الأحكام اللي استحدثها القانون حق الإضراب وحق الإغلاق إيه المقصود بالإضراب؟ الإضراب معنى إيه؟ هو امتناع جميع العاملين عن العمل الملتزمين بيه لأسباب مهنية دون رضاء صاحب العمل نقول التعريف تاني هو امتناع جميع العاملين عن العمل آه المكلفين بيه أو الملتزمين بيه لأسباب مهنية دون رضاء صاحب العمل يعني قانون اشترط او حط شروط للاضراب اول شرط من التعريف كده امتناع جميع يبقى لازم الاضراب يكون ايه جماعي يبقى شرط من الاضراب انه يكون ايه جماعي ما يجيش بقى يضحك عليك في الامتحان ويقولك ايه قام احد العمال بعمل اضراب للدفاع عن اضراب سلمي للدفاع عن مصالح مهنية اقول له غير قانوني طب غير قانوني ليه ده عمل اضراب سلمي ويدفع عن مصالح قانونية اقول له مش دي مشكلة مشكلة انه عمل اضراب لوحده والقانون اشترط ان الاضراب يكون الاضراب ايه جماعي يبقى شروط الاضراب انه يكون الاضراب جماعي يكون الاضراب عن العمل اللي انا ملتزم به يكون الاضراب لاسباب للدفاع عن مصالح مهنية او اقتصادية او اجتماعية تاني يكون الاضراب للدفاع عن مصالح مهنية او اجتماعية او اقتصادية وطبعا يكون دون رضاء صاحب العمل دي شروط الاضراب اما اجراءات الاضراب اجراءاته كواعد الاضراب اللي انا هعملها ان انا مفيش اضراب هيتم عن طريق الا عن طريق النقابة ان انا تابع لها اي حد شغال في اي مكان طبعا احنا لنا بنتكلم على العمل الخاص اي حد شغال في اي مكان فهو تابع الانقابة يعني اي انا شغال في مصنع في شركة تابع الانقابة عشان اعمل اضراب لازم يتم من الاضراب عن طريق النقابة اللي انا تابع لها النقابة دي بتبلغ صاحب العمل بتبلغوا بحاجتين برافو عليكم معاد الاضراب واسباب الاضراب بتبلغوا بكم حاجة حاجتين معاد الاضراب واسباب الاضراب ولازم الاختار يوصل لصاحب العمل قبلها بعشر ايام على الاقل ويعتبر الاضراب اجازة بدون اجل طيب ده كده اجراءات الاضراب لكن اهم حاجة هناك منشآت يحظر فيها الاضراب في منشآت حيوية واستراتيجية دي ممنوع فيها الاضراب الاضراب حق للعمال وكل حاجة لكن في منشآت ما ينفعش فيها الاضراب ليه ما ينفعش لان الاضراب فيها بيأثر على حياتنا احنا او على الامن القومي للبلد ايه بقى المنشآت اللي لا يصلح فيها الاضراب قول معايا مستشفيات مخابز مواصلات طرق ايه اسعاف صيدليات مدارس منشآت التعليمية منشآت الامن القومي المطابات المواني المنائر كل دي منشآت يحظر فيها الاضراب بيجي الناس وقال كده يقول ليه نظم بعض العاملين بيحدى المستشفيات اضرابا سلميا للدفاع عن المصالح المهنية اقول له هنا لا لا يجوز او غير قانوني طب غير قانوني ليه او لا يجوز ليه لان المستشفيات او المنشآت اللي يجيبها لك من المنشآت المحظور فيها الاضراب الممنوع فيها الاضراب ده بالنسبة للاضراب خدنا بعد كده او اخر حاجة في الباب الاول الاغلاق ايه المقصود بالاغلاق لما المنشآت بطمور بالزوف اقتصادية صعبة اه القانون ادى الحق لصاحب العمل ان هو يغلق المنشآت سواء كان الاغلاق ده بشكل جزئي او بشكل كلي يعني ايه زوف اقتصادية يعني انا صاحب منشآت زوف المادية او حتى من الزوف المادية زوف الصحية ما عديش ادفع تساعدني ان انا قديم الشغل هل من حقيق اغلق اه طبعا من حقيق اغلق واغلق المنشآت بتاعتي سواء كان الاغلاق ده بشكل جزئي او بشكل كلي طيب الاغلاق ده بيتم ازاي بيتم الاغلاق عن طريق اللجنة المختصة الحكومة او الدولة عام لجها او لجنة اسمها لجنة مختصة اي صاحب عامل عايز يغلق بيعمل الطلب بتاع الاغلاق ويبعته ليه اللجنة المختصة دي والطلب ده لازم يشمل حاجتين بيشمل اسباب الاغلاق انت عايز تغلق ليه لازم تقول له الاسباب وعدد العمال المراد الاستغناء عنهم وعدد العمال المراد الاستغناء عنهم كمان الطلب ده لازم اللجنة ترد عليه في خلال تلاتين يوم على الاقصر تاني اللجنة لازم ترد على صاحب العمل في طلب الاغلاق ده في خلال تلاتين يوم على الاقصر اقصر حاجة تلاتين يوم وفي الفترة دي لا يجوز لا يجوز على صاحب العمل لاستغناء عن اي عامل دون رجوع للجهة المختصة ما يقدرش يستغناء عن اي عامل الا لما يرجع للجهة المختصة دي اجراءات الاضراب وطبعا القانون ادى لصاحب العمل حاجة اسمها بدائل الاغلاق يعني ايه بدائل الاغلاق قال له بدل ما تغلق وتغفل المنشاة انا هتديك بدائل بس البدائل دي بصفة مؤقتة بصفة ايه مؤقتة لحين تحسن وضعك الاقتصادي بدائل زي ايه تعديل عقد العمل من حقك تعديل عقد العمل او تدي للعامل اجازات مدفوعة غير مدفوعة الاجل طيب انا تعامل مش عاجبني ان انت تتعديل تعديل عقد العمل يعني ايه يعني انا باخد الفين من حق صاحب العمل في حالة الاغلاق يخليهم لألف ونص مدى تعديل عقد عمل شغال في مكان من حق صاحب العمل ينقل في مكان تاني مدى تعديل العمل تعديل عقد العمل يعني ايه ان انا قال للاجل انقلك في مكان تاني اوديك شغلة تانية اه خليك تعمل حاجات انت مش مكلف بيها طيب اف ده انا مش عايز من حق ان انا امشي وباخد كمان مكافأة اسمها مكافأة الاغلاق ايه مكافأة الاغلاق دي عبارة عن شهر عن كل سنة من الخمس سنوات الاولى وشهر بنص عن باقي المدة يعني لو انا بقالي مثلا سبع سنين على اول خمس سنين باخد على كل سنة شهر بقيت المدة باخد شهر بنص ده كان ملخص سريع للباب الاول وما ننساش الجملتين اللي بتقرعوا على طول في الامتحانات من اهم الانتقادات التي وجهت لقانون العمل انه كسير التكلفة اه صح هو كسير التكلفة يعني لو جدت لك صح وغلط لو قال لك كده من اهم الانتقادات انه قليل التكلفة اقول له غلط من اهم الانتقادات انه ايه كسير التكلفة كمان قانون العمل ينظم العلاقة بين قانون العمل ينظم العلاقة بين العامل ورأس المال المستثمر دي طبعا صح ده كان ملخص سريع للباب الاول الملخص ده تلخصه كده بورقة وقلم وتكتبه ده ملخص مهم جدا وتقدر تجاوب بيه على اسئلة كتاب المدرسة اللي موجودة عندك طيب النهاردة بقى بإذن الله عندنا درس اسمه تأمين المرض وتعويض البطالة وتأمين البطالة طيب تعالى الاول يعني تأمين المرض يعني ايه الشخص المريض من هو المريض المريض كل من أصيب بإصابة غير إصابة عمل يبقى مريض لأ واحدة واحدة مستر كده احنا مش فهمين تاني الشخص المريض سواء مريض بمريض عدوي مرض يعني عنده ده مريض ده مريض أو أصيب بإصابة بس مش إصابة عمل ماشي بالشرع لقد باللعب يا خبطته بلعب كورة رجله قصرت دي إصابات كلها لكن دي مش إصابة عمل لأن احنا بنقول إصابة العمل هي الإصابة التي تحدث بسبب العمل أو أثناء العمل فأي حد هيصيب بإصابة غير إصابة العمل هيطلق عليه المريض تعال نشوف مع بعض كده ده بس النهار ده يعني إيه تأمين المرض ويعني إيه المريض ومين اللي هييمول تأمين المرض طيب تأمين المرض تأمين المرض يقصد بالمريض من أصيبه بمرض أو حادث غير إصابة العمل يبقى من هو المريض لشأن ده التعييدة مهم جدا كل من أصيبه بإصابة غير إصابة العمل ده يطلق عليه الشخص المريض مما يفهم منه أن التأمين من المرض يستهدف توفير الحماية التأمينية للعاملين ضد الأمراض والحوادث التي لا تعتبر إصابة عمل بالمفهوم المعروف تاني كلمة تأمين المرض معناها تبقى للمفهوم أن هي بتستهدف حماية الموظفين أو العاملين أو الخضائل للقانون ضد الأمراض والحوادث التي لا تعتبر إصابة عمل بالمفهوم المعروف طيب يشترك في تمويل انهار الكلام ده هوضحه لك كله يشترك في تمويله العامل مع صاحب العمل يشترك في تمويله العامل مع صاحب العمل كما ان تأمين المرض لا يشمل تعويض او معاش الا اذا ادى الى وفاة العامل او اصابته بعجز جزء او كلي طيب سيبنا بقى من اللي احنا قلنا ده ونوضحه بكل بساطة كده يعني ايه مفهوم التأمين تأمين المرض اول حاجة اعرف المريض يعني ايه مريض المريض هو كل شخص اصيب باصابة غير اصابة العمل يعني ايه غير اصابة العمل يعني مفهوم تأمين المرض انه هو يغطي هيعطي الحقوق التأمينية للخضعين لقانون التأمينات لمين بقى لمصابه بالامراض اي مرض مرض عدوي مرض عادي جدا اي حد مريض يبقى يستفيد من تأمين المرض كمان اللي يحصل له اصابة لكن غير اصابة العمل يعني هي اصابة لكن القانون مش معتبه اصابة عمل يبقى هنا هنديله تأمين المرض هل تأمين المرض ده تعويد او معاش او او لا طبعا ولا تعويد ولا معاش الا في حالة واحدة بس اذا ادى المرض الى الوفاء اصبح عجز الوفاء بياخد تعويد بقى ويه او معاش ده ما بيش مشكلة منه اما تأمين المرض في حد ذاته لا يستحق فيه تعويد طيب مين اللي هيستفيد من التأمين وان اي حد يستفيد من تأمين المرض ده تعالي نشوف مع بعض كده مين اللي هيستفيد منه ومين الخضع ليه يشترط لاستفادة العاملين في تأمين المرض ده شرط بقى يشترط لاستفادة العاملين في تأمين المرض ان يكون العامل خاضع لقانون التأمين الاجتماعي اللي هو القانون وقم 79 لسنة 75 يبقى نخلي بالنا القانون التأمين الاجتماعي قانون وقم 79 لسنة 75 واللي صادر وصادر بتحددهم من قرار من وزارة الصحة طيب يعني ايه قصد يقول لك هنا عشان تستفيد بتأمين المرض وتقضع للتأمين الصحي الشامل ان انت تكون خاضع لقانون التأمينات الاجتماعية طيب تسري أحكام العلاج ورعاية الطبية على أصحاب المعاشات إذا طلبوا ذلك خلي بالك من الجزء ده عشان ده بيجي في الصحة والغلط أصحاب المعاشات طب بص تأمين المرض ده مرتبط بعملك يعني إيه التأمين ده من اللي بيموله بيدفع منه صاحب العمل جزء أو الحكومة جزء وبيدفع منه كمان المؤمن عليه جزء يعني وأنا شغال بتخصم مني جزء خلي بالك وأنا شغال عشان الناس ببساطة كده وأنا بيشتغل بتخصم مني حاجة اسمها الاستحقاقات أو الاستقطاعات منها جزء يخص تأمين المرض ده بيتخصم بتاعنا عشان لا قدر الله لو حصل مرض ولا حاجة بيدوني جزء منه وعليه فلوسي أنا وبرضه بيقوم بتمويله صاحب العمل طيب أصحاب المعاشة طبعا دولها يكون خلص الخدمة لو هو عايز يستفيد بالخدمة دي بيطلب ده لا مش إجباري يعني هو اللي بطلب صاحب المعاشة هو اللي بطلب طيب وبنقول كمان يستحق المريض نسبة من أجره في حالة المرض خلي بالك من الحتة دي يستحق المريض نسبة من أجره في حالة المرض فيما عدا الأمراض المزمنة فيما عدا الأمراض الايه المزمنة يعني ايه المرض المزمن لو العامل أصيب بمرض مزمن يعني لا يرجى الشفاء منه أو المرض ده هيطول أو يعني ربنا رب يشي الجميع المرض دوت في الحالة دي العامل يستحق الاجر كامل العامل يستحق الاجر ايه كامل حتى تستقر حالته او يشفى يبقى المريض بياخد نسبة على المرض بتاعته نسبة من الاجر يعني فيما عدا الامراض المزمنة طيب تعالى نشوف مع بعض كده مين اللي بيختص بالكشف تختص الهيئة العامة للتأمين الصحي بالكشف الطبي تختص الهيئة العامة للتأمين الصحي بالكشف الطبي عشان لو جتographic صحى وغلط ايجي يقولك تختص الهيئة العامة للتأمينات بالكسف الطبي خلي بالك من الحتة دي اقوله خطأ تختص الهيئة العامة للتأمين الصحى بالكسف الطبي ومنح الاجازات يبقى التأمين الصحى هو اللي بمنح الاجازات المرضية للاعاملين المنتفعين بنظام العلاج التأميني والمنتفعين باحكام تأمين المرض واصابات العمل طيب تأمين البطلة قبل ما نتكلم على تأمين البطالة كده احنا خلصنا تأمين المرض يعني ايه تأمين البطالة هي البطالة لها تأمين طب الاول يعني ايه البطالة اصلا كلمة البطالة يعني ايه كلمة البطالة البطالة معناها التوقف اللا اراضي عن العمل نتيجة صعوبة الحصول عليه تاني التوقف اللا اراضي عن العمل نتيجة صعوبة الحصول عليه يعني ايه يعني انا بضع على شغل وراضي باي شغل وراضي بأي مكان وراضي بأي أجر هاخده لكن مش لاقي شغل تبقى دي اسمها ايه بطالة يبقى البطالة هنا بديهية كده التوقف اللي اراضي يعني بمزاجي ولا غصبا عني لا غصبا عني لان لو البطالة بقرطي لا استحق تعويض البطالة ولا انتفع بأي تأمينات للبطالة يعني ايه يعني ايه بقرطي يعني انا في شغل بس انا اللي مش عادة اشتغل هنا دي مش بطالة البطالة معناها التوقف اللا اراضي عن العمل التوقف اللي ايه اللا اراضي عن العمل يعني ايه لا اراضي حاجة خارجة عن اراضتي مش لاقي شغل طيب متوقف ليه نتيجة صعوبة الحصول عليه ان انا مش لاقي شغل يبقى اول مفهوم عندنا قبل ما نخش في تعويض البطالة وتأمين البطالة والفرق بينهم لازم نفهم يعني مفهوم البطالة يبقى البطالة معنا البطالة ايه برافو عليكم هي التوقف اللا اراضي عن العمل نتيجة صعوبة الحصول عليه يعني انا بضعه على شغل وراضي باي شغل لكن مش لقي دي اسمال ايه البطالة طيب دي بقى ده ما فهم البطالة اما تأمين البطالة يعني ايه بقى تأمين البطالة ده نظام اجباري خد بالك نظام ايه اجباري مش اختياري يقوم بتمويله اصحاب الاعمال فقط بالمشاركة مع الدولة او مع العمال او مع كلاهما يعني ايه يعني ده نظام اجباري الدولة اصحاب الاعمال بيمولوه بيتفعل فلوس بتاعته بالمشاركة بقى مع الدولة او مع العمال العمل المتعطل هو الشخص القادر على العمل والراغب فيه والبحث عنه والمناسب من حيثه الكفاءة والاج والمستعد لقبوله ولا يجده طيب عايزين بس كده نوضح المفاهيم مع بعض البطالة الاول يعني ان البطالة معناها هو التوقف اللا اراضي عن العمل نتيجة صعوبة الحصول عليه يعني انا كده مش تلاقي شغل لنتيجة صعوبة الحصول على العمل ده يبقى دي اسمها البطالة طيب البطالة دي عشان اخدها لازم اكون انا متعطل طيب يعني ايه متعطل يعني ايه متعطل عن العمل المتعطل عن العمل هو الشخص القادر على العمل خد بالك القادر على الايه على العمل هو الراغب فيه يعني هو سعلي يعني هو قادر ان هو يشتغل وراغب فيه وراضي بالاجر يعني موافق بالاجر ولا يجده تاني العامل المتعطل متعطل هنا يعني ايه العطل دي بمزاجه والغصب عنه لا خرج عن اردته حط البطالة جنب المتعطل احنا بنقول البطالة لان الاتنين تقريبا نفس الكلام البطالة هو التوقف اللا اراضي عن العمل نتيجة صعوبة الحصول عليه انا عايز اشتغل لكن مش تلاقي شغلة تعال بقى النتيجة للبطالة دي ظهر عندي المتعطل مين هو المتعطل هو الشخص المتعطل هو الشخص القادر على العمل اللي قادر يشتغل وصحته كويسة وتسمح له بالشغل هو الراغب فيه وعنده استعداد لقبوله تحت اي اجل وتحت اي مكان ولا يجده هنا برضه خرج عن اراضته يبقى فيه فرق ما بين البطالة والعامل المتعطل طيب تعال نشوف التعريف اللي بعده يتبين من ما سبق ان البطالة تكون غالبا لاسباب خارجة عن اراضة المؤمن عليه فاذا كانت بطالته اراضية فلا تمتع بالمزايا التأميني انا اقف بقى هنا هو فيه بطالة بمزاجنا في بطالة بمزاجنا اه اخطر انواع البطالة البطالة المقنعة يعني هي مستر بطالة مقنعة احنا عندنا بطالة اجبارية وبطالة مقنعة البطالة الاجبارية اللي لسه أقل لنا هي التوقف اللي اراضي عن العمل انا مش بقيدي مش لها شغل اما البطالة المقنعة ودي بقرطي بقى دي بقرطي لو حصلت البطالة المقنعة دي لها تمتع بأي مميزات تأمينية ايه بقى البطالة المقنعة ان انا بضع على شغل وفيه شغل لكن انا شايف ان الشغل ده لا يتناسب مع قدراتي يعني فيه فرص عمل كتير لكن انا شايف ان الشغل ده لا لا مش مناسبني مش مناسبك هنا يبقى انت كده مش متعطل عن العمل يبقى انت كده مش برغم اراضتك انت كده باراضتك يبقى اذا كان التوقف عن العمل التوقف عن العمل باراضة الشخص او العامل فلا يتمتع بالمزايا التأمينية طيب تعال نشوف كمان الموضوع التاني كيف يمول تأمين البطالة يمول تأمين البطالة مما ياتي يمول الفلوس اللي تتدفع الاشتراك الشهري التي يلتزم بصاحب العمل بواقع 2% من اجور المؤمن عليهم يعني بياخد صاحب العمل بيدفع 2% من اجر العمل وريع استثمار هذه الاشتراكات الريع هنا يعني فايدة استثمار هذه الاشتراكات يعني صاحب العمل بيدفع 2% عن كل عمل من الاجر بتاعه والفلوس دي لما بتتلم بيتم استثمرها فلما يتم استثمرها بيتطلع ريحة أو بيتطلع فايدة فبنستفيد من الفايدة دي طيب تسري أحكام تأمين البطالة على المؤمن عليهم الخضعين لأحكام قانون وقم 79 لسنة 75 خلي بالك بس من الجملة دي تسري أحكام تأمين البطالة كل تأمين البطالة ده هيسرع على من على الخضعين لقانون وقم 79 لـ 75 ده في ناس كتيرين وقضعين للقانون ده عاشين كده هو قال ايه بقى فيما عدا يعني ايه يعني اللي احنا هنقولهم دلوقتي لا يستفيدوا بتأمين البطالة من دول بقى العاملين بالجهاز الإداري للدولة وبالهيئات العامة تاني العاملين بالجهاز الإداري للدولة وبالهيئات العامة أفراد أسرة صاحب العمل في المنشأة الفردية حتى الدرجة التانية كل اللي انا بقولهم خلي بالك دول ما لهمش تعويض بطالة العاملين الذين يبلغون سن الستين طبعا بلغ سن الستين وكان شغال فلما بلغ سن الستين طلع معاش فما ينفعش يطلع معاش وياخد تعويض بطالة العاملين الذين يستخدمون في أعمال في أعمال عرضية أو مؤقتة زي مين؟ زي عمال التبحيل أو العامل الموسمي أو عمال الشحن والتفير دول بردو ما لهمش تعويض بطالة شروط استحقاق تأمين البطالة قبل ما نقول الشروط بتاعت استحقاق تأمين البطالة أوضح حاجة بس كده عشان الطلبة اللي متابعيني يبقوا فاهمين انت موطبط في دماغك البطالة زي ما احنا قلنا ان انا بضع على شغل ومش لقي شغل بس دي موطبطة في دماغك ان انت طالب ومخلص كلية ومش لقي شغل لا انت نسيت حاجة تانية انت نسيت ان انا ممكن اكون كنت شغال كنت شغال في مكان وحصل اغلاق للمنشأة اللي احنا تكلمنا عليه في اول الحلقة طب ماه انا كده متعطل عن العمل حالا استحق تعويض البطالة طبعا استحق تعويض البطالة يعني مش شرط ان انا ما كنت شغال من الاصل او البطالة يعني انا باشتغلش من الاول لا انا ممكن اكون كنت شغال لكن الشغل ده توقفت عنه غصبا عني مش بقرطي تمام يبقى كده استحق تعويض البطالة طيب ايه هي شروط استحقاق تأمين البطالة ايه الشروط اللي انا عشان ااخد تعويض البطالة او استحق تعويض البطالة اول شرط وده شرط منطقة جدا ألا تكون خدمة المؤمن عليه انتهت بالاستقالة تاني ألا تكون خدمة المؤمن عليه انتهت بالايه بالاستقالة يعني ايه يا مصدر يعني ما كنتش قدم استقالته لان لو قدم استقالته هي الاستقالة ديت بقرطي ولا غصبن عني او بغير قرطي يعني لا طبعا بقرطي انا لما استقلم الشغل يبقى بقرطي واحنا ما قلنا ما تكلمنا على البطالة قلنا ايه هي التوقف اللا ارادي يعني مش بقرطك فانا ما كنتش انا شغال في مكان وقدم استقالتي واطلب تعويض بطالة حتى مش منطقية يعني لما انت شغال ايه اللي خلاك تقدم استقالتك يبقى لو جالك صح وغلط وقالك اذا انتهت خدمة المؤمن عليه بالاستقالة يجوز الحصول على تعويض بطالة قلو لا خطأ ده دي من شروط استحقاق تعويض البطالة قل لا يكون خدمته انتهت بالايه بالاستقالة ده اول شرط الشرط التاني كمان اللي عندنا قل لا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة حكم جنائي حكم نهائي فيه جناية او جنحة يعني ما يكونش اتحكم عليه بجنحة او بجناية مسة بالشرف او بالاداب كمان عندنا ان يكون المؤمن عليه مشترك في التأمين لمدة ستة اشهر على الاقل منها سلسة اشهر متتالية ان يكون المؤمن عليه قادر على العمل ورغب فيه ان يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة طيب تعويض البطالة نسبته كام ستين في المية من الاجر الاخير للمؤمن عليه اي الاجر اللي كان يتقضى هنا بقى نوضح بقى النقطة دي بص في الاول خالص قال لنا ايه في الاول خالص قال لنا ان فيه ناس هتاخد تعويض البطالة وفيه ناس مش هتاخد طيب هتطلع شروط ايه يا شروط استحقاق تعويض البطالة اول شرط ان تكون خدمتي ما تكونش انتهت بالاستقالة يبقى عشان احصل على تعويض البطالة خدمتي ما تكونش انتهت بالايه برافو عليكم بالاستقالة الشرط التاني ان تكون خدمتي ما انتهتش بحكم جنائي يعني يا حكم جنائي ما يكونش تم الحكم عليا في حكم جنائي في قضية مخلة بالأداب أو الصرف طبعا كده مش هادر أخذ تعويض البطالة الشرط الثالث أن أكون قادر على العمل أن أكون قادر وراغب على العمل الشرط الرابع أن أكون مشترك في التأمين ده لو كنت شغال قبل كده مشترك في التأمين مدة لا تقل عن ستة أشهر منها تلت أشهر عمل متصلة كمان أن أكون عند القدرة على العمل واسمي مقيد في سجل المتعطلين طب هو أي مستر سجل المتعطلين ده طبعا ما هو أنت عندك أنت الوقت متعطل فالدولة هتعرف منين عشان تديك إعانت البطالة فأنت بتروح تسجل أن أنت متعطل عن العمل فمن الشروط أن اسمك يكون متسجل لأن لو اسمك مش متسجل مش هتاخد تعويض بطالة طب فلوس تعويض البطالة كام القانون قال تقدر نسبة تعويض البطالة خلي بالك عشان دي بتيجي في الامتحان خلي بالك وخلي بالك عشان دي بتيجي في الامتحان مهمة جدا تقدر نسبة تعويض البطالة بنسبة 60% من الأجر الذي كان يتقضى المؤمن عليه قبل البطالة دي بقى النقطة اللي احنا وضحناها اللي هي ايه حد يقولي هو تم مكان بطالة يا مستر هو كان بياخد منين لا أما هو البطالة مش معناه ما كانش بيشتغل خالص ده كان ممكن كان يشتغل في مكان يعني مثلا لقدر الله لقدر الله الزروف اللي احنا فيها زروف كورونا دي وشغالين في مصنع مثلا والمصنع تم إغلاقه نتيجة لزروف كورونا هنا بيجي دور الدولة في تعويض البطالة العامل اللي توقف ده توقف بردت ولا غصب عنه غصب عنه يبقى هنا يستحق تعويض البطالة هيستحق 60% من الأجر اللي كان بياخده يعني بمثال بسيط كده أنا كنت شغال بألف جنيه في الشهر هاخد تعويض بطالة توقفت عن العمل توقفت غصب عني توقف لا إراضي عن العمل مش لعي شغل من الألف جنيه ناخد كام 600 جنيه اللي هي نسبة كام 60% تعني بص كده عن نسبة يقدر تعويض البطالة بنسبة 60% من الأجر الأخير اللي مؤمن عليه أي الأجر التي يتقضى قبل انتهاء خدمته والذي سدد عنه الاشتراكات في التأمين طيب ويستحق تعويض البطالة بنسبة 30% من الأجر الأخير إذا سدد على أساس الاشتراكات إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب خليك معايا كده بقى إحنا دلوقتي قلنا إيه قلنا إن تعويض الإصابة تعويض البطالة نسبته 60% من الأجر يعني أنا مثلا باخد 2000-3000 وتم الوقف وتعبضت البطالة تعويض البطالة يقدر بنسبة 60% من الأجر الأخير اللي أنا كنت متقضى أما إذا لو حصل إيه هناخد 30% بس طيب حصل إيه مصدر هناخد 30% إذا كانت خدمتي انتهت لأسباب هنقول عليها بقى يعني إيه أسباب هنقول عليها يعني أسباب أنا غلطان فيها يعني بس حتى القانون هنا القانون رحيم حتى بالعامل يعني لو أنا خدمتي ما هنالوقتي لو خدمتي انتهت مثلا بالفصل من الخدمة مش أنا لما اتفصل من الخدمة هبقى كده عندي بطالة هل أستحق تعويض البطالة القانون قال أه تستحق تعويض بطالة بس مش بنسبة 60 أما البنسبة كام بنسبة 30% ليه أي حد هيعمل حاجة من اللي إحنا نقول عليهم دلوقتي هيستحق تعويض البطالة بنسبة 30% أما البايع ياخد نسبة كام 60% طب مين اللي هياخد بنسبة البطالة بنسبة 30% تعال نشوف كده مع بعض إيه الحالات دي انت حاله شخصية غير صحيحة قدم شهادات أو ورق مزورة يعني هو قدم ورق مزورة بالشغر وتم اكتشاف التزوير دوت وبنها نعليه تم فصله فأنا مش هياخد الستين هياخد الكام برفع عليكم هياخد 30% إذا كان المؤمن عليه معين تحت الاختبار يعني هو ما كانش مسبت باللغة بتاعتنا هياخد 30% إذا ابتكب خطأ نشأ عنه خصابة جسيمة لصاحب العمل وأبلغ صاحب العمل الجهات المختصة خلالها 24 ساعة برضو هنا هياخد 30% عدم قيامه بتادي التزامات العمل إفشاءه سر من أسراب العمل وجوده أثناء العمل في حالة سكر بيين أو متأثر بما تعطى اعتداء على صاحب العمل كل اللي احنا بنقوله ده اسمه إيه يعني اللي أنا عمال أقوله ده ده اسمه أسباب الفصل من الخدمة إحنا عندنا سؤال مقالب يقول ما هي أسباب الفصل من الخدمة إمتى العمل بتفصل من الخدمة يفصل العمل في الخدمة إذا اعتدأ على صاحب العمل أثناء العمل إذا كان في حالة سكر بيين إذا تغيب العمل 10 أيام متتالية أو 20 يوم متقطع كمان إذا أفشل عمل سر من أسراب العمل إذا قدم بيانات مزورة مش ملاحظين حاجة إن دي الأسباب لأسباب الفصل من الخدمة دي دي الأسباب اللي تخلي العامل المتعطل عن العمل بياخد ما ياخدش 60 ياخد كام 30 يبقى اللخص الكلام دي لو جلنا سؤال كده وقال إيه العامل المتعطل يحصل على نسبة البطالة أو تعويض البطالة 30% إذا كان تم فصله من الخدمة آه صح لو كان تم فصله من الخدمة بياخد 30% أما بقى الحالات كلها بياخد كام 60% طيب متى يتم وقف صدف تعويض البطالة إمتى أقول هوقف وخلي بالك كلمة الإيقاف هنا معناها إيه إنه ممكن يرجع تاني هنعرف دلوقتي متى يتم إيقاف صرف تعويض البطالة يوقف صرف تعويض البطالة في الحالات الآتية إيه الحالات دي إذا لم يتردد المؤمن عليه على مكتب القوة العاملة يعني إيه طبعا مكتب القوة العاملة هعمل موعيد محددة للتردد عليه طيب بنتردد عليه يعني سين أو صاد محمد مثلا بيتردد على المكتب محمد مش لقى شغل فالمكتب محدد له موعيد يجي يسأل محمد قعد شهر اتنين تلاتة ما بيسألش كده يتفهم إيه محمد كان بيجي بيسأل على شغل طب محمد ما بيجيش كده يتفهم إن محمد لقى شغل يتم إيقاف تعويض البطالة طب محمد منقاش شغله وكان تعبان يرجع له تاني التعويض بعد ما يثبت الكلام ده الإقاف هنا مش معناه إقاف نهاية إقاف حتى زوال السبب طب يبقى أول حاجة بيتم فيها الإقاف إذا لم يتردد المؤمن عليه على مكتب القوى العاملة الحاجة التانية إذا رفض المؤمن عليه التدريب الذي يقرره مكتب القوى العاملة مكتب القوى العاملة بيعمل تدريب للي عايزين أنت بتقول لنا بطالة ومش لقي شغل وعنا عايز شغل هضربك عشان أشغلك طب انت رفضت ان انت تتضرب طبعا بيتم إقاف بيتم إقاف التدريب إذا جند المؤمن عليه يعني دخل الجيش لو المؤمن عليه دخل الجيش طبعا بيتم إقاف التعويض ويعود إليه الحق صرف التعويض بانتهاء مدة التجنيد إذا اشتغل المؤمن عليه لحساب الغير لو اشتغل عند حد ساب تاني بقيمة يقل عن قيمة التعويض البطالة إذا استحق المؤمن عليه المتعطل معاش يقل عن قيمة تعويض البطالة كل دي بيتم فيها إقاف البطالة أما هنا بقى السؤال دا اللي مهم سقوط الحق في تعويض البطالة خلي بالك الأسئلة اللي فاتت إيه الفرق بين السؤالين يعني إيه الفرق بين إقاف تعويض البطالة وسقوط الحق في تعويض البطالة إقاف معناها إن ممكن الإقاف يتم بصفة مؤقتة يعني بنقول مثلا من ضمن حالات الإقاف إذا جند المؤمن عليه يعني واحد كان ليه تعويض البطالة بس دخل الجيش بيتم إقاف صرف التعويض بعد ما بيخلص الجيش بياخد التعويض يبقى الإقاف معناه هنا إيه إن ممكن التعويض يروح وييجي أما لما نقول متى يسقط الحق في تعويض البطالة معناه السقوط نهائي يعني مقدرش أطلب بتعويض البطالة تاني إيه الحالات اللي ممكن يسقط فيها يسقط فيها الحق بتعويض البطالة أول حالة إذا رفض المؤمن عليه عمل رآه المكتب القوى العاملة مناسب له يعني إيه طبعا أنا اسمي مسجل في سجل المتعطلين واسمي مسجل في مكتب القوى العاملة اللي أنا تابع ليه في مكتب القوى العاملة ده جاب ليه شغل تعال يا محمد تعال يا أحمد أنا جايب لك شغل عن طريق جواب محمد رفض الشغل ده طيب هو أنا رفضت الشغل ده هل هستحق بعدها تعويض البطالة لا يعني لو جاءنا سؤال كده رأي قانون بيقول رفض مؤمن عليه عمل رآه مكتب القوى العاملة مناسب له هو رفضه هو شايف مش مناسب ليه هنا الحل بقى هنا ايه يسقط الحق فيه تعويض البطالة يعني ايه يسقط الحق يعني مش هيبقى محمد ده مش هيبقى ليه عين تاني يطلب تعويض البطالة ده هم قالوا لك تعال اشتغل انت اللي بتقول لهم ايه لا مش عايز اشتغل طيب خلاص ما تطلبش بقى تعويض الايه البطالة يبقى اول حالة بيسقط فيها تعويض البطالة اذا رشحوا مكتب القوى العمل العاملة العمل و اه رفضوا المؤمن عليه اه اذا ستشتغل المؤمن اذا ثبت اشتغال المؤمن لحساب نفسه تاني اذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحساب الخاص لحساب نفسه يعني يعني ايه يعني انت بتقول لها ما باشتغالش اكتشفنا ان انت شغال لحساب نفسك يبقى انت كده يسقط عنك تعويض البطالة اذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحساب الغير يعني لو اشتغل عند حد تاني برضو يسقط عنه تعويض البطالة يعني سواء اشتغلت النفسك او اشتغلت لحساب الغير يسقط عنك تعويض البطالة اذا استحق المؤمن عليه معاش لو طلع له معاش بيساوي قمط التعويض او يزيد عليه برضو بيسقط تعويض البطالة اذا هجر المؤمن عليه او غادر البلاد بيسقط تعويض البطالة إذا بلغ المؤمن عليه سن الستين يسقط تعويض البطالة السؤال ده تاني مهم جدا هيجي يقولك اسقط خمسة أو ستة حالات من حالات سكوت تعويض البطالة متى يسقط الحق في تعويض البطالة وقلنا هنا يسقط الحق في تعويض البطالة يعني مش من حقي أطلب تاني أول حاجة تعويض البطالة نفتكر كويس إن أنا حط كده فوق كده في دمارك إن أنا بضع على شغل مش لاقي شغل راضي بأي أجل مش لاقي فعشان كده مسجل اسم بسجل اسمه المتعطل اسمه سجل المتعطلين عشان أخد تعويض البطالة إنت بقى يسقط الحق في تعويض البطالة ده أول حاجة لو ثبت إن أنا اشتغلت لحساب نفسي وإذا لو بشتغل لحساب نفسي هل هي كده تعويض بطالة لا ما بقتش هنا متعطل طب لو بشتغل لحساب الغير يبقى إذا اشتغل لحساب نفسه أو لحساب الليه الغير إذا راشحه مكتب القوى العاملة لعمل وطم رفضه لو مكتب القوة العاملة قالك تعال اشتغل وانت رفض بيسقط عنك تعويض البطلة يبقى ثلاث حالات اهو اذا اشتغل لحساب نفسه اذا اشتغل لحساب مين نفسه اذا اشتغل لحساب الغير اذا بسرحه مكتب القوة العاملة ورفض كمان اذا هاجر خارج البلاد لو سافر برا بيسقط عنه تعويض البطلة اذا بلغ سن الستين يسقط عنه تعويض البطلة اذا استحقم عاش يسقط عنه تعويض البطالة يبقى دي حالات سقوط تعويض البطالة طيب في عندنا نوع من الدرس كده بسيط اسمه تأمين الرعاية الاجتماعية لاصحاب المعشات تأمين الرعاية الاجتماعية لاصحاب المعشات تشمل احنا انا عملتلكم الدرس في هيئة نقط كده ملخصة ياريت نهتم بيها تشمل الرعاية الصحية وده بيجي اكمل يا شباب تشمل الرعاية الاجتماعية لاصحاب المعشات الاقامة الكاملة توفير المكتبات السقافية والنوادي وتوفير الخبراء والمشرفين وتوفير الوسائل الطرفية دي الرعاية الاجتماعية لاصحاب المعشات نيجي بقى للسؤال المهم جدا المستحق للمعاش في حالة وفاة المؤمن عليه في سؤال كده بيجي في دماغنا كده من يستحق المعاش في حالة وفاة صاحب المعاش السؤال تاني من يستحق المعاش في حالة وفاة صاحب المعاش لو انت سألت السؤال ده لأي حد يقول لك عياله ومراته طبعا لا ده مش كده احنا بنتكلم في قانون مش هقول بقى اولاده او زوجته اولا بوفاته اصبحت لم تعود زوجته بقت ارمالته فهو هنا هنقصد نقول ايه لها شروط ولها قوانين ازاي ما احنا متخيلين ده بس شروط جدا خليك معنا وخليك معنا في الدرس ده وحضري الورقة والقلم السؤال بتاعنا من يستحق المعاش في حالة وفاة صاحب المعاش يعني لما صاحب المعاش اللي كان بيقبض المعاش هيتوفى مين اللي هياخد المعاش بعده او مين هيستحقه طبعا هيوزع طبقا للورصة الشرعيين حسب ما القانون بيقول طيب تعال كده نشوف مع بعض التأسيمة لقانون لاجتماق قانون وقم 19 سنة 1975 عملها في حالة وفاة المؤمن عليه او صاحب المعاش يكون للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش وفقا للانصبه والاحكام المقربة بالجدول من اول الشرع التي حدسته الوفاء يعني من الشرع الوفاء مين دول بقى تعال نشوف مع بعض اول حالة الارملة مين الارملة يقصد بها من توفى زوجها اللي هو المؤمن عليه او صاحب المعاش ممكن يكون ابوها اثناء الحياة الزوجية ويشترط لاستحقاق الارملة يعني مش اي ارملة تاخد معاش في شرطين هنا ان يكون عقد الزواج موصق او ثابت بحكم قضائي ان يكون عقد الزواج تم قبل بلوغ المؤمن عليه او صاحب المعاش سن الستين طيب نمسك اول واحدة تستحق المعاش الارملة الارملة هنا تطلق عليها اللي زوجها اللي مؤمن عليه اتوفى وممكن ما يكونش زوجها ممكن تكون ارملة وبتاخد معاش يعني ممكن تكون ارملة زوجها متوفي بس زوجها ما كان لا يستحق معاش لكن والدها متوفي وبياخد معاش تاخد المعاش عن والدها طيب هل الارملة اي ارملة تستحق معاش عن زوجها المتوفي القانون قال لا لازم يتوفع شرطين يبقى الشرطين اللي انا هقولهم دول لو مش موجودين في الارملة لا تستحق معاش ايه هما الشرطين اول شرط ان يكون عقد الزواج موسق او بحكم قضائي يعني ايه يعني رسمي من الاخر يعني الزواج موسق يعني موسق في الشعب العقاري او موسق في المحكمة او المهم ان يكون العقد ده مسجل وموسق يبقى اول شرط ان يكون عقد الزواج ايه موسق الشرط التاني ان يكون الزواج تم قبل سن الستين بالنسبة للمؤمن عليه المتوفي تاني أن يكون الزواج تم قبل سن الستين يعني إيه يعني الأرمالة دي اللي بروسة توفى ده ما تكونش اتجوزته هو معد سن الستين يعني اتجوزته مثلاً وعنده خمسة وستين سنة لا تستحق في معاش خلي بالك أنا بقول إيه لا تستحق في معاش مش مراس أنا المراس ملناش علاقة بيه المراس ملناش علاقة بيه إحنا بنتكلم على المعاش لو الأرمالة تزوجت الزوج ده أو المؤمن عليه وهو معد سن الستين لا تستحق فيه معاش يبقى لما يجيلك رأي قانوني يقولك ايه تقدمت ارمالة بطلب للحصول على معاش عن زوجها المتوفل حد كده زي الفل ما بيش مشكلة علما بقى ان الزواج تم قبل سن بعد سن الستين اقول له لا يا جوز لا تستحق فيه معاش يبقى الارمالة كم شرط بربع عليكم الارمالة شرطين اول شرط ان يكون الزواج بعقد موسق تاني شرط ان الزواج يكون تم قبل سن الستين نشوف كمان معنا مين المطلقة ويشترط لاستحقاق المطلقة مش اي مطلقة تاخد معاش القانون برضو الشروط اول شرط ان يكون قد طلقة رغم ارادتها وهنفهم النقطة دي يعني ان يكون زواجها بالمؤمن عليه او صاحب المعاش قد استمر او دام مدة لطة كل عن عشرين سنة الا تكون بعد طلقة من المؤمن عليه او صاحب المعاش قد تزورت طبعا هنا لو اتجاوزت هيتم ايقاف المعاش طب المطلقة مش اي مطلقة تستحق معاش القانون حطي لها الشروط ايه الشروط ديت اول شرط ان يكون الطلاق تم اما رغما عن ارادتها رغما عن ارادتها هنا يعني مش غزبا عنها ولا حاجة مش معناها كده رغما عن ارادتها ما يكونش في اي اتفاق على الطلاق لان فيه ساعات بعض الحالات بيتفعوا على الطلاق عشان يستولوا على معاش مش من حقهم يعني مثلا والد الزوجة اتوفى والمعاش هيروح خلاص فتتفق مع جزء على الطلاق عشان تاخد المعاش طبعا الكلام ده غير قانوني وبيبقى فيه ملاحقة قانونية يبقى هنا اول شرط ان يكون الطلاق تم رغما عنها الشرط التاني ان يكون الزواج داما 20 سنة على الاقل عشان تضبط تطلبي معاش من زوجك ده اللي توفى وهو وانت مطلقة لازم يكون الجواز داما 20 سنة على الاقل وطبعا ما تتجوز بعد ما تتطلق لان لو جوزت بعد ما تتطلق لاستحق فيه معاش ده شبوط المطلقة نيجي للزوج الزوج هل الزوج الزوج يستحق معاش في زوجته المتوفاء تاني هل الزوج يستحق معاش عن زوجته المتوفاء اللي جو إمراته ماتت القانون قال اه تستحق معاش بس ب3 شروط اول شرط ان يكون عقد الزواج موسق تمام ان يكون عاجز عن الكسب وده بنعرفه من التأمين الصحي ان يكون عقد الزواج قد تم قبل بلغة المؤمن عليه سن الستين برضو يعني ايه هنا بقى السؤال بتاعنا هل الزوج لو زوجته توفت وزوجته لها معاش هل بيستحق فيها معاش القانون قال اه يستحق بس ب3 شروط يعني الزوج يستحق معاش في زوجته المتوفاء والمؤمن عليه صاحبة المعاش في 3 شروط ايه هم الـ 3 شروط دول اول شرط ان يكون العقد موسق عقد الزواج اللي بينهم يكون ايه موسق طب ماشه ده اول شرط تاني شرط ان يكون الزواج تم قبل سن الكام قبل سن الستين هي دي زي التانية اه بس هنا العكس يعني هنا اللي مات الزوجة اللي عاش الراجل يبقى ده معناه ايه معناه ان الراجل ده ما يكونش اتجوز الزوجة دي وهي معدية سن الستين لان لو اتجوزها وهي معدية سن الستين لا يستحق فيها معاش يبقى نخلي بقى سواء الراجل اتجوز الست فوق الستين لا يستحق فيها معاش سواء الستة تجوزت الراجل فوق سن الستين لا تستحق فيه معاش يبقى شرطينهم ان العقد يكون موسق الشرط التاني ان الزواج يكون تم قبل سن الستين الشرط التالت ان يكون عاجز عن الكذب عاجز عن الكذب هنا يعني ما بيقدرش يشتغى ليستحق فيه طبعا الموضوع ده موضوع كبير جدا وموضوع شارك جدا ان شاء الله وعدكم ان الحلقة الجاية بدايتها هبتدي من الموضوع ده بالتفصيل نعمل مراجعة على الجزء الاولاني وهنتكلم فيه المستحقين للمعاش في حالة وفاة صاحب المعاش ارجو تكونوا النهار ده ان شاء الله تكونوا استفدتم وان شاء الله نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته